اليوم قررت اني يلعب خمسين يوم في مانيكرافت هاردكور يعني اذا متت رح ينحذف العالم ولكن كل عشر ايام عنا تحدي في هذا العالم يعني بخمسين يوم رح يكون عنا خمس تحديات اوكي وبالبداية رصفنت بايوم يعتبر نوعا ما جيد اوكي خلينا نبلش نكسر خشب اوكي وهلأ منحلل الخشب هاي الطريقة ومنصنع كرافتينج تيبل ومنصنع بيكاكس خشب وخلينا نروح نجمع الكابلستون وهلأ خلينا نصنع بيكاكس من الحجر وخلينا نجمع الفحم والستونية اللي موجودين هون وهلأ خلونا نصنع الادوات الاساسية الاكس السيف والشوفل وهلأ بعد ما صنعنا الاشياء الاساسية صار فينا نعرف شو التحدي لأول عشر ايام والتحدي لأول عشر ايام هو انه نحصل فل ارمور ايرون ونعمل مكان صغير للقرويين اوكي وبعد ما عرفت شو هو التحدي لأول عشر ايام قررت اني بلش دور على قرية واستكشن في العالم وانا بالطريق لقيت مجموعة كبيرة من الحيوانات وقتلتهم اوكي وهلأ منصنع فرن بهذا الشكل ومنحط الأكل اللي نشوي فيه وخلينا نجمع شوية خشب لبين معين طبخ شوية أكل وبعد ما خلصت من تجميع الخشب قررت اني يكمل باستكشاف العالم اوه نايس كتير في بقر هون وللأسف صارت معي مشكلة انه صار الليل وللأسف ما كان معي الا حبتين صوف ولكن الحمدلله انه صار معي هاد الشري اوه خارف قدامي الحمدلله لقيته قبل ما يبلش ويرس بنو الوحوش ومنعت لو هادا الشكل ومنصنع اتخذ ومنناه اوه الليلة انه في ماني كرافت وبصباح اليوم التاني كسرت اتخذ والكرافتينج تابل وكملت برحلة الاستكشافية اوه لقينا هادا البايوم هادا البايوم كتير حلو بيكون فيه كتير فحم وهلأ صار مانع حوالي اتنين وخمسين فحميل وهيك خلص بكفية بتوقعت جميع اوه كأنه لقيت قرية اخيرا وبتأت بتلوية القرية ولكن للأسف كان لوتي اللي موجود بالقرية جدا سيئ لهيك رحت صنعته من الخشب وجمعت الهايبيل اللي موجود بالقرية اوه اخيرا خلصت كل كمية الهايبيل الموجودة وبعد ما كسرت كمية الهايبيل قررت اني اقتل ايرون غولم وبعد ما قتلتي ايرون غولم نقيت هادا البيت من البيوت الموجودة مشان اسكن فيه فكسرت الاشياء الموجودة فيه وصناعت صناتي وحطت فيهن الغراط اللي كانوا معي كان معي اربعة ايرون من ايرون غولم لهيك قررت اني اصنع فيهن شيلد وبيكاكس ايرون وبعدين صار الليل وحطت اتخذ بالبيت ونمت قضيت اليوم الثالث والرابع وانا ضبط منطقة للقراويين فحفرت حفرة تحت الارض وحطت فيها اسرة وبعدين سحبت القراويين على هاي الحفرة وزوجتهم وحطت لهم شوية اشغال مشان يتزوجوا اكثر وبعدها حطت لهم نشموع وهيك نكون خلصنا نسة تحدي تابع العشر ايام الاولى يلي هو انا نعمل منطقة صغيرة للقراويين وبعد ما خلصت من تزبيط منطقة القراويين قررت اني اروح دور على كهف مشان جمع موارد ولقيت هذا الكهف على الطريق وقررت اني انزل وشوف شو فيه لوت ورح اقتصركن الوقت يلي راح جوه الكهف لانه ما لقيت كتير موارد ما لقيت الا شوية ايرون وشوية فحم ولكن الشي المهم يلي لقيته بهذا الكهف يلي هي منطقة الديب دار ولكن ما فدت استكشفت المنطقة لانه لوت يلي معي ما بيسمح لي بهذا الشي وبصباح اليوم الخامس اطلعت من الكهف ورجعت عالبيت وصناعت شوية افران وحطت فيهم الايرون وبعدين صار الليل ونمت وباليوم السادس كملت بنقل القراويين للحفرة ورحت صناعة قصاصة وقصيد الخواريف مشان قدر اصنع تخوض وحطها في منطقة القراويين وبعدين صناعة الفلتشينج تابل مشان قدر اتقايد مع القراويين عن طريق الاستيك وصناعت فالارمر ايرون وهيكا بكون اتمامت التحدي تابع اول عشر ايام وبعدين صناعت سميثينج تابل مشان قدر اشتري ادوات من القراويين وصناعت اكسين ايرون مشان روح جمع خشب واضعت اليوم السادس كله وشوي من اليوم السابع وانا كسر بالخشب لحت ما جمعت تقريبا ثلاث ستاكات وشوي وحولت ستاكين من الخشب لستيك وبعدين رحت اتقايد مع القراويين وقدرت اني حصت 16 حبة ايمرالد وزاد معي شوي زيستيك وضبيتهم بالصندوق وبعدين صار الليل ونمت وباليوم الثامن رحت لجمع كمية من القرافل وبعدين رجعت لعند القراويين اللي ببيع بو واشتريت منه بو وحولت القرافل لفلينت عن طريق الاميرالد وحولت شوي تستيك لاميرالد وصنعت شوي يتقسم للبو وبعدين قررت انزبط منطقة القراويين له حولت الحيطان من الستون للخشب وحطيت على السقف السلاب وبعدين صار الليل ونمت واليوم التاسع كله قضيته وانا نضيف المنطقة مشانصير ابني فيها فارمات وهيك شغلات وفي بداية اليوم العاشر اولا بدأت بقتل الايرون غولم وبعدين رحت برحلة استكشافية مشانا اقدر جمع السابلينج تبع خشب السبروت لانه هذا السابلينج اذا زرانا اربعة منه رح يعطينا شجرة كبيرة وهي الشجرة سهل كتير انك تجمع فيها الخشب ومشان نقدر نقايض مع القراويين اسرع ونحصل اميرالد اكثر وانا بالطريب الرحلة الاستكشافية لقيت هاي القضية اللي كانت جب البيت تقريبا ولوتتها ولكن للاسف ما كان فيها شي مهم وبعدين صار الليل ونمت وباليوم ادعاش كملت برحلة الاستكشافية وللحظ لقيت منطقة السابلوت قريبة ولقيت جنبها قرية ولوتت القرية وكان لوت القرية نوعا ما جيد وبعدين رجعت عالبيت واول شي عملت اني زرعت السابلينج وهلأ صار فينا نعرف التحدي التاني تبع العشرين يوم والتحدي التاني تبع العشرين يوم هو انه نصنعها للتطوير تنبيه في هذا الفيديو انا جبت التحديات كلها من عندي يعني انا اللي اخترت التحديات ولكن بالفيديو القادم رح اختار خمس تحديات من التعليقات ليكتبولي تحديات كون بالتعليقات والضغط باقي اليومي داعش واليوم اتنعاش وانا كسر بالشجر واسرع الشجر وتقايد مع القرويين وباليوم طلع طاعز ضبطت اقراطي لانه كان في كهف جنب البيت وحابب استكشف فدخلت لا استكشف الكهف ولقيت فيه حبتين دايموند وشوية موارد جيدة اخرى وبعدين قررت اني اكتفي بهذا القدر وطلعيت من الكهف وكانت الدنيا ليلا هيك دغري رحت تنمت وباليوم يلي بعده اول شي بجيت بتكسير الخشب بتقايدة مع القرويين وبعدين عاد proposed bookshelf وارجع وحطك بالامل ان القروي يطلع لتطوير الفورشن ولكن صار معي هذا الشي لكتر غريب اوكي اووو ديم ميندينج وبعدين رحت اشتريت كتاب ميندينج مشان يظلي بيعني اياه وما يغير وظيفته وصار الليل ونمت وباليوم يلي بعده كبرت شوي من منطقة القرويين وحطيت اربعة سره مشان يتزوجوا اكثر القرويين ولاحظت انه بلشي نقصني الويد لهي قررت اني ابني مزرعة فوق وبالفعل بنيت مزرعة وزرعت فيها سيت وباليوم يلي بعده قررت اني ارجع ادخل كهف لاني انا محتاج خمسة دايموند لاصنع بيكاكس دايموند وقالب تطوير وبالفعل لقيت كهف اريم مني ودخلت عليه واوه شي لقيت فيه حبتين دايموند وبعدين لقيت حبت دايموند ولكن المشكلة فيها انه كانت منص بايوم الديب دار لهيك خاطرت ودخلت منص البايوم وحصلت الحبة وغربت دغري طلعت عالبيت وحرقت الموارد وصنعت بيكاكس دايموند وبعدين قايتتي شوي مع القرويين ونمت باليوم يلي بعده رحت على بركة اللافغة يلي كانت جنب القرية وجمعت منها أربع حبات ابسيديون مشان آلة التطوير ورجعت على البيت وصنعت آلة التطوير وراحت حفرت مكان عند القرويين مشان نحط فيه آلة التطوير واشتريت شوية مكتبات من القرويين وصنعت شوي انا كمان وهيك بنكون اتممنا التحدي تابع العشرين يوم وبعدين صار الليل ونمت وباليوم يلي بعده بدأت اول شي بالمقايضة مع القرويين وبعدين رحت صنعت كم مكتبه مشان خلي قلت التطوير تطور لليفل 30 وبعد ما حطيت المكتبات جربت اني طور البيكاكس وطلع تطويرات خارقة فراحت اشتريت تطوير ميندينج وصنعت آنفيل وحطيت الميندينج على البيكاكس وبعدين قررت اني انزل كف وحفرت شعبي مشان جمع الدايموند وهلا صار فينا نعرف شو التحدي للثلاثين يوم والتحدي للثلاثين يوم انه نصنع في الارمور دايموند وبعدين انزلت على الارتفاع ناقل 57 وبدأت احفر ودور على الدايموند وهلا رح اترككم مع فقر التجميع الدايموند اوكي وهي تكون جمالها تقريبا 340 حب الدايموند بتوقع هذا العدد كافي وبعد ما خلص من تجميع الدايموند رجعت على البيت وكانت تدني ليل لهيك ضغري نمت وباليوم التاني صنعت فل اغراض من دايموند وفل ارمور من دايموند وهيك بكون اتممت التحدي الثالث وبعدين اضيت تقريباً حوالي الخمسة ايام وانا عم ضبط المنطقة فاول شيء ضبطت المنطقة ورممتها بالدير وحطيت صور حوالي منطقة الشجر والزرع بعدين قرارت اني ضبط المنطقة يلي حوالي البيت فاول شيء بدأت اني كسرت البيت يلي كان جنبي وحطيت بداله دير وحاولت هذا المكان كمان بصور وبعدين مصلت بيتي ومنطقة الشجر والزرع بدرج و اثناء تضبيط المنطقة انا كنت عم تقايض مع القرويين و جربت اني طور الاكس وهي التطويرات اللي طلعت على الاكس و بعدين قررت اني طور الشفل كمان و طورت الشفل و طلعت لهي التطويرات و باليوم 29 بالبداية قررت اني روح جمع اوبسيديان و لقيت شوية خواريف على الطريل هي قررت اني قصن اوكي اخيرا ما تصلى خلينا نجمع اوبسيديان و بعد ما خلص من تجميع الاوبسيديان ارجعت على البيت و كان ليل اللي هيك دغري نمت و باليوم يلي بعده اول شي بدأت بصنع عالة النذر و بعدين جهزت اقراضي و فتت على النذر اوكي خلينا نجمع شوية كوارتلز و بعدين قررت اني روح دور على القلعة و لقيتها دغري بوجهه و قريبة كتير من البوابة لهيك طلعت على القلعة و بعد شوية من البحث لقيت هذا النيذر وورد يلي بساعدني اني اصنع البوشينات و بعد شوية من قتل الوذر السكليتون و اللي بليز طلع لي هذا الوذر السكليتون هذا الراس طبعه و بعدين قررت اني ارجع و بيوم تاني برجع و بلوت القلعة كاملة و هلا بما انه نحنا استكشفنا النذر صار فينا نعرف شو التحدي للاربعين يوم والتحدي للاربعين يوم هو انه نصنع فول ارمور نذر رايت و باليوم يلي بعده بدأت بصنع الوول فارم لاني بحتاج الوول مشان نصنع السر يلي رح يساعدوني ان يجمع نذر رايت بطريقة اسهل و بعد ما خلص من بناء الوول فارم كانت اصعب مرحلة هي نقل الخاروف الى الوول فارم ولكن الحمد الله دمت بسهولة و قصيت الخاروف مشان تشتغل الوول فارم و بعدين قررت اني امني الوول فارم تاني مشان نضاعف الانتاجية و بعد شوي قررت اني يجمع كل الوول يلي عندي اياه بالبيت والوول يلي جمعت الوول فارم مشان اصنعت خوت و روح جمع نذر رايت و نزلت على الارتفاع 15 وهلا بتركهم مع مرحلة التجميع النذر رايت و بعد ما خلص من تجميع الكمية المطلوبة اللي هي 24 حبية قررت اني يرجع على البيت ولا biết الدنيا الليل هيك تغرف نمت و باليوم التاني بلشت اول شي بنقل الاغراض اللي جمعتهم على الصناديق وبعدين قررت اني طور الشيستي بلايت تبعي وطورت الشيستي بلايت تطلع لي اني بريكنك 3 وبروتكشن 3 وبعد ما طورت الشيستي بلايت حولت الدروع تبعي للنظر رايت وحولت السيف والبيكاتس وهيك بكون ختمة التحدي تبع الاربعين يوم وبعدين قررت اني روح جمع شوية خشب وبعد ما خلصت من تجميع الخشب بلشت اتقايد مع القراويين بالخشب يلي جمعته وبعدين قررت اني لازم اعمل مغزن تحت الارض لهيك راح تحفرت حفرة جنبي المكان يلي تطور فيو وغيرت الجدران بهذا المكان وحطيتهم من نوع من انواع تسيبليت وكمان السيف والارضية حولتوا لتسيبليت وبعدين طلعوا بهذا الشكل وحطيت الصناديب بهذا الشكل وحطيت بالزوايا كرافتينغ تابل وباليوم يلي بعده راح ترحل استكشافية مشان دور على قصب السكر وانا بالطريق لأيت هاي المنطقة يلي بيكون فيها فحم لهيك قررت ان يدمع شوية فحم وبعد ما خلص من تجميع الفحم كملت بالرحلة وبعد عشر دقائق تقريبا لقيت اخيرا القصب سكر ولكن للأسف ما لقيت الى ثمان حبات وبعد ما جمعت القصب سكر رجعت على البيت ولكن للأسف كانت الدنيا ليل لهيك دغري نمتوا باليوم يلي بعده اول شي بدأت باني اعمل مزرع على القصب سكر لهيك حفرت مكان صغير جمى زرعت القمح وزرعت فيه القصب سكر وبعدين بلشت اتقائض مع القراويين مشان حصل شوية اميرالد وصنعت بوكشيف وصرت حطه وشيله على امل اني طلع تطويره اللوتينج ولكن بعد عدة محاولات طلعت لي تطويره الشاربنس فيه لهيك رحت اشتريتها وطورت السيف وطلع عليه تطويره اني بريكنج 3 فصفت طلعه تطويره الميندينج والشاربنس فيه وبعدين رحت صنعت بوكشيف تاني وعازت اعمل نفس الحركة على امل اني طلع تطويره اللوتينج ولكن بعد عدة محاولات طلعت لي تطويره الافيشينس فيه وما كنت حابب اني روحها لهيه قررت اني اشتري كتاب مشان خلي هذا القروب يبيعنا 6 تطويره وحطيت هذا الكتاب على الاكس وقضيت باعي الايام لليوم 41 واربعين وانا كسر بالخشب وبعدين كملت بالمقايضة مع القرويين مشان حصل شوية امرال وبعدين صنعت بوكشيف مشان حصل تطوير اللوتينج ولكن صار الليل وما حصلت تطوير اللوتينج وثاني يوم طلعت شيل بالبوكشيف وحطها لأخيرا طلع لي تطوير اللوتينج واحد فقررت اني اشتري اربع كتب بتميجو نسوها مشان حصل لوتينج 3 وبعد ما حصلت لوتينج 3 اجيت لحطة على السيف ولكن للأسف ما كان مع اكس بي فخلونا نروح نجمع اكس بي شوي اوه هلا هي نكون جمعنا كمية الاكس بي المطلوبة وبعدين ارجعت على البيت وتمجد الكتاب مع السيف وصار عنده تطوير اللوتينج 3 على السيف تابعي وهلا بعد ما حصلنا تطوير اللوتينج صار فينا نعرف شو هو التحدي الخامس والأخير والتحدي الخامس والأخير هو انه نقتل الترنيت وبعدين قررت اني روح على النذر مشان جمع البلايز روت وعيون الاندرمان فأول شي روحت على القلعة ولقيت هذا الصندوق يلي ما كانت فاتحه وفيه اربعة دايموند وبعدين لقيت منطقة ثانية للنذر وورد يلي جمعتها مشان اصنع البوشينات ولقيت هدول الصندوقين يلي لقيت فيه نسدل وشوية ايرون وقول وبعدين قررت اني روح جمع البلايز روت وظليت اقدر البلايز لجمعت عشر حبات بلايز روت وبعدين قررت انه هذا العدد كافي وخليني روح دور على المنطقة الزرعى مشان نقتل الاندرمان وأخيرا بعد ما لقيت المنطقة الزرعى بدأت بقتل الاندرمان وجمعت 16 عين من عيون الاندرمان ورجعت عالبيت وصناعت الاي اوف اندر مشان نروح نقتل التنين وبعدين صناعت ثلاثة بازل مشان اصنع ثلاث بوشينات سترينغ وبعد ما صناعت بوشينات سترينغ حتى وطلن رد ستوني مشان يصيروا لمدة 8 دقائق واذا حابين تعرفوا كيف تصنعوا بوشينات بمينيكرافت تركت لكم رابط فيديو شرحت لكم فيه اشنو بتصنعوا جميع البوشينات بمينيكرافت وبعد ما خلص من صنع البوشينات بدأت بالبحث عن بوابة الاند وكان معي 16 عين بس لبين ما وصلت لبوابة الاند ما ظل الا 11 عين الباقين كسروا وبعدين عادت احفر لتحت مشان نحصل بوابة الاند ولكن وعد بكهف وصاري الفجر حواليه كريبر وكان في كتير كائنات اللي هيك هربت وحفرت حفرة وسكرتها حالي وخطت فيها شمعة وبعدين امتجعت احفر لفوق لاني ضيعت المكان تبع البوابة ولما طلعت عفوق ما بعرف صاري يصير قليش لما زدت العين تختفي دغري ومعا تلاقيها فلبين ما لقيت المكان مرة تاني كنت خسران اغلب العيون يلي معي وما ظل معي الا 6 عيون فقررت اني انزل وشوف البوابة قديش فيه عيون واذا ناقصنا عيون برجع عالبيت بجمع العيون وبرجع لهوه ولقيت بالبوابة عينتين لهيك حطت الست عيون اللي معي وظل ناقصني اربع عيون وبعدين رحت استكشف المكان ولقيت مكان المكتبات فاعغدت بلوته وجمع منه كتب ولقيت صندوق وكان فيه كتب كتير منيحة وبعدين رجعت على البيت وكانت الدنيا ليل لهيك دغري نمت وباليوم التاني اول شي بدأت اني اشتريت شوية اكل من القرويين وبعدين رحت على النذر بجمع باقي العيون يلي محتاجها اوكي اخيرا وصلنا على المنطقة الزرقه وبعدين ظلت اقتل بالاندرمان لجمعت تسع عيون نايس وصلنا على البيت اخيرا اول ما رجعت على البيت حطيت البليز مع عيون الاندرمان مشان حصل اي اوف اندر وبعدين رحت على بوابة الانت وحطيتهم وفتحت بوابة الانت وبعدين دخلت ساعنتين دنين وبلاشت اني كسر الابراج تبعه اوكي اخيرا كسرنا كل الابراج وبعدين ظلت استنى ان هينزل الاندين واضربه لحت ما صارت هاي اللقطة اوكي نتفي نتفي اوه تكي تكي دم اوكي نايس ايم يلا موت اوكي اخر طلقه اصيبوا اياها اخيرا اتنايا شباب نايس وبعد ما اتلت التنين قررت اني روح استكشف الاند سيدي ودور على الالترا وبعد ما فتت على الاند سيدي لقيت قلعة بجي ولكن الاسف ما كان فيها سفينة هي قررت اني ما لويته وستنى لا حصل الالترا وبعدين برجع بتلوت كل الاند سيدي وطل superficial القلعة سفينه لاخيرا لقيت هي القلعة اللي كان فيها معها سفينة وورحت وكان في صندوق صندوق عيد فيه شوية دايموند صندوق عيد فيه مكثير مهمة وبعدين اخدت الالترا ورجعت على البيت وبعدين رجعت عالبيت وكنا باليوم تسعة وارربعين لهيه قررت بنتطور للدروع تبعيه وبعدين صار الليل ونمت وهيك بنكون عشنا خمسين يوم في مينكرافت هارتكور اذا بتكون الجزء التاني ينزل باسرع وقت ووصلوا هذا الفيديو لميتين لايك وبس شكرا على المشاهدة